استعرض مجلس بلد الشمالية في جلسة الاعتيادية عددا من المواضيع الخدمية والبلدية والمقترحات التي سترفع كتوصيات للوزارات الخدمية من أهمها تعويض المنازل الأيلة للسقوط بمنازل في مشاريع اسكانية استعرض مجلس بلد الشمالية في جلساته الاعتيادية عددا من المواضيع الخدمية والبلدية والمقترحات التي سترفع كتوصيات للوزارات الخدمية حيث استفسر أعضاء المجلس بسؤالين موجهين للجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية عن آلية عمل صهريج شفط مياه المجاري وعن الحساب الختمي لبلدية المنطقة الشمالية للعام 2016 ومساهمة في العملية التطويرية المواكبة للتطور العمراني وحماية من تسرب مياه الصرف الصحي للمنازل قدم بلدية الشمالية مقترحة عمل خزان من مادة الفايبر خزان الفايبر بيوضع في صناديق البلاعات بتثبت من قبل الفنيين ورفعنا التوصية حق الجهاز التنفيذي لدراسة الموضوع وتطبيقه لأن الفايبر أصلاً مادة قوية والتحمل وتمنع التسرب اللي يالس يصير حالياً وخاصة في منطقتنا السراية سراية اثنين من بقوة يتأذون لدرجة أن حتى البيوت بدأت تصدع وفي نفس الوقت الأسوار والعالم التدمر والبلعات تبيض الله يعزكم فهذه اللي نتمنى أننا نأخذون بتوصياتنا وإن شاء الله المشروع ينجح ويكون شوي لا تأثير في المستقبل كما استعرض المجلس مقترح تعويض المنازل الأيلة للسقوط بمنازل في مشاريع إسكانية نظراً للتحديات الفنية والإدارية والمالية لمشروع البيوت الأيلة للسقوط والتي من أهمها انتهاء العمر الافتراضي لتلك المنازل مقترح تحويل بيوت الأيلة للسقوط إلى منزل إسكاني جديد وهذه ليس ببدعة جديدة حصل في مشروع القالع الإسكاني كذلك حصل في قرية المكشع حولوا لهم من بيوت ملك القديم الأيلة للسقوط إلى منازل جديد إسكانية وهذا يعود للفائدة على وزارة الإسكان نعرف الفرق بين قيمة الأيلة للسقوط والأرض فقط تساوي ضعف وضعفين المنزل الإسكاني فنتمنى انتشال هذا المشروع هذا حال من الحلول للأيلة للسقوط المشروع الذي توقف وحفاظا على المنظر الحضاري العام للمنطقة الشمالية قدم المجلس مقترح اشتراطات تنظيم مواقع وعدد حاويات جمع الملابس واللوازم المستعملة بما يتوافق مع قانون إشغال الطرق ويسمح باستفادة الجمعية الخيرية من استخدام هذه الحاويات ترجمة نانسي قنقر